المتنوعة وبالتأكيد نريد أن نستفيد من وقتك صاحب السمو التركيز خلال هذه الجلسة على موضوع التعمق في إعلان التعاون والأسواق الحالية فالآن وما يحدث اليوم هناك الكثير من التفاصيل التي تريد أن نسمعها منك الآن أود أن أبدأ بداية بالعودة إلى شهر مضى الرابع من يونيو حيث عقد اجتماع أوبيك كان هناك الكثير من العناصر المنفصلة التي تم تقديم في ذلك المؤتمر وأود أن تعيدنا إلى الرابع من يونيو لتحدثنا عن بعض التفاصيل بشأن الملامح الهامة لذلك الاجتماع والطريق نحو المستقبل هذا سؤال جيد للبدء ومن أجل أن أعود إلى الرابع من يونيو لا بد لي من أن أخذك في رحلة أطول تتجاوز اجتماع الرابع من يونيو الأمر يتعلق في محاولة منا للتعامل مع القضايا التي فيها الكثير من التحديات والموجودة في الأسواق والتي سواء كانت أوبيك أو أوبيك بلس ملاحظة شخصية أولا كان لي الحظ السعيد بأن أكون معني بشؤون أوبيك منذ 36 سنة وشهر أعرفها قلبا وقالبا وإذا سمحت لي وإذا سمحتم لي أريد أن أتحدث قليلا عن هذا القصر الجميل وتاريخه الذي يعود إلى قرون وأريد أن أقدم لكم كلمات شكر وامتنان أيضا لمدينة فيينا لمحافظ مدينة فيينا وللحكومة النمساوية على كونها الدولة المضيفة لأبيك خلال السنوات الماضية بالتأكيد ستجدون كل هذه التفاصيل في كتاب إذا وتيحت لي الفرصة لكتابة كتاب عن ما عشته في هذه المدينة بالعودة إلى سؤالك أعتقد بأنه كأوبيك وأوبيك بلس نتابع وجودنا كنا موجودين وموجودين وطبعا سنتابع أن نواجه التحديات ولكن أيضا نحن بحاجة للتواصل مع بعض القضايا والاهتمام بها والحديث بشأنها وأن نقوم بما نعتقد بأنه الأفضل والوصفة الأمثل لوضعية السوق بكل الشفافية لا ليس هناك من خط لم يتم التعامل معه ولا من نقطة لم يتم الاهتمام بها نهتم بكل الأمور وأريد أن أسمي هذه أي احتمال وجود تشققات لم تكن تشققات كبيرة وبالتالي ما من أمر لم نهتم به في عملنا هذا أعود إلى تلك القصة أعتقد بأننا كأوبك بلس قمنا بخدمة جميلة لأنفسنا من خلال نضمن بأننا نريد الحصول على دعم من طرف ثالث مستقل ولهذا قمنا بعمل جيد جدا في تسمية بعض هذه الأطراف الثالثة المستقلة كمؤسسات تقدم لنا الإنتاج الشهري والعرض ومقدار الالتزام من قبل الجميع وقمنا بخدمة رائعة لأنفسنا عندما وضعنا خطة التعويضات التي تضمن بأن الأشخاص يلتزمون بما التزموا به وقمنا بعمل جيد لأنفسنا أيضا عندما استمعنا بشكل شهري من أجل تقييم الوضع وما نجد أنفسنا به منذ كوفيد وأيضا قمنا بعمل جيد عندما أسسنا الاتفاق استمر لمدة سنتين وكما ترى الحكمة من وراء ذلك واضحة جدا لهذا سنكرر ربما وسيكون أقصر من سنتين ولكن مجددا أقول بأن الدروس المستفادة في الموضوع الاهتمام ومن ما حدث بشأن جائحة الفيروس هو أن يكون لك شفافية أكبر ووضوح أكبر ومشاركة أكبر في السوق ومع المشاركين في السوق بحيث يمكن أن نتواصل بحيث يجب أن نتواصل من دون أي تشوهات من جانبنا ومن دون أي تشوهات قادمة من الأطراف الأخرى هناك دائما فرصة للناس الذين يحاولون أن مثلا يقرأوا بشكل خاطئ ما نقدمه من بيانات هناك دائما فرصة بأن نسمع صوتنا بالشكل الصحيح ونحن أيضا نلحظ بأن علينا أن نهتم بالقضايا التي فيها تحديات التي تواجه السوق وهناك الكثير من الأسئلة من الأسواق حولها وهي الفرق بين ما هو السقف وما هو معدل إنتاج هذه واحدة من التشققات التي يحاول الناس أو البعض النفاذ من خلالها وهناك أيضا النزاعات أو ما يدعى بأنه نزاع بشأن عدالة تخصيص الإنتاج المستهدف وأساسه وأيضا الفراغ بشأن قضية كم يتم تخصيص للبعض ولماذا مثلا لا يخصص ما لا يمكن إنتاجه مثلا للبعض نحن نحاول أن نكون عادلين ومنصفين ونريد أن نتعامل مع السوق وأسئلته وأن نتجنب الجزء الساخر من ما يقدم من بعض الأجزاء التساؤل نحن كأشخاص مسؤولين كمجموعة مسؤولة نجلس معا ونحاول أن نبحث كل هذه الأسئلة بشكل دائم بهذه الطريقة لأن هذه الطريقة أصلا الوحيدة من أجل أن نخلق منصة مناسبة لكي نهتم بالأوضاع جميعا لهذا كان هذا الاجتماع في الرابع من يونيو وكان بالنسبة لنا مهما وكل مشارك اهتم بالوصول إلى ذلك الإجماع في الآراء كان هناك شيء هنا أو هناك وأنا ممتن لكل الجهود التي بذلت في خلال 36 ساعة خرجنا من ذلك الاجتماع وكان لدينا اتفاق ولدينا المزيد من الشفافية التي أضفناها وهي المشارك إشراك مؤسسات كأطراف ثالثة مستقلة تحدد القدرات الإنتاجية بحيث يمكن بعدها أن يكون لدينا خط أساس أفضل لكل بلد وهذه العملية ستستمر معنا مدام لدينا اتفاق بشأنها هي تحقق من الحقائق والوقائع وأنا أعتقد بأن تبيان ذلك أو الشهادة على ما تم هو ما تفقنا أن نقوم به يسأل الناس أحيانا لماذا مثلا تقومون بالسعودية بالتخفيض الطوعي جوابي بسيط علينا أن نقوم بذلك لأن هناك حاجة ملحة أو توقعات ملحة في السوق بشأن أوبيك بلس علينا أن نقوم بذلك إذا أردنا أن نكون عادلين مع الجميع وإذا أردنا للجميع أن يشارك وأن يستمر علينا أن نتأكد بأن نحتفظ بالتركيز على ما هو مهم وما هو قضايا طويلة الأمد وأن يكون هناك خلق لأي مهم أخرى سيكون تشوها لهذا التزمنا بهذا العمل بشكل مؤقت أو على أساس مؤقت فهذه التجربة بعكس ما سمعته في بعض وسائل الإعلامية ليست التجربة الأولى علينا أن نتذكر أننا في يونيو 2020 كنا مع أصدقاء من الكويت والإمارات وعمان وقمنا بمساهبة طوعية ونحن وبرغبة منا قمنا بتخفيض طوعي بدأ في فبراير 2021 واستمر لمدة ثلاثة أشهر ترجمة نانسي قنقر